اشتركوا في القناة مع التركيز على الترويج للمهن في مجال الطيران ودعم القدرات الوطنية معرض البحرين الدولي للطيران يعتبر هذا المعرض من الفعاليات الكبرى التي تقام في مملكة البحرين بالنظر إلى حجم الاهتمام العالمي واستقطابه لكبرى الشركات الدولية العاملة في صناعة الطيران مما يؤكد ريادة البحرين وقدرتها وإمكاناتها العالية وتميزها بكوادر وطنية قادرة على استضافة أكبر الأحداث العالمية يعتبر معرض البحرين الدولي للطيران من أهم المعارض بالنسبة لشركة خدمات مطار البحرين ليس فقط على الصعيد المحلي بل أيضا على الصعيد الأقليمي والدولي والعالمي وبالأخص في هذه الفترة حيث يتزامن المعرض مع التعافي شبه مطلق لقطاع طيران في مملكة البحرين من تداعيات أزمة كورونا تعد هذه النسخة وهي النسخة السادسة للمعرض مع انقطاع عدم قرابة الأربعة أعوام نسخة مهمة جدا بالنسبة للشركات العاملة في قطاع الطيران حيث أنه سيتم مناقشة أكبر التحديات التي تواجه القطاع في العام المقبل وكما تعودنا من المتوقع أن يستقطب المعرض أعداد قياسية من الزوار ومن كبريات الشركات العاملة في قطاع الطيران يشهد المعرض مشاركة الشركات المتخصصة في المجال اللوجستي التي تساعد عملاء خطوط الشحن البري والبحري على تنمية أعمالهم تلتزم شركة APM Terminals البحرين وكونها شركة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية تلتزم بالمجتمع وبالأنظمة المتصلة بالميناء ومن ضمن أولويات شركة APM Terminals الاهتمام بالكفاءة البحرينية وضخهم في مجال اللوجستي وتشجيع الكفاءة البحرينية على الانخراط في المجال اللوجستي وجعل مجال اللوجستي مكان عمل يجذب الطموحين والشباب كوني بحرينية وفرد من أفراد APM Terminals البحرين أنا أفتخر أني انخرط في هاي المجال اللي يعتبر مجال مزدهر ولا تأثير كبير على اقتصاد مملكة البحرين يعمل المعرض كمنصة للمناقشة والتعاون وتبادل الأفكار حول الموضعات ذات الأهمية الكبرى لتقدم قطاع الطيران ونموه المستدام كما يعتبر فرصة مميزة للاستماع إلى رؤى رواد وقادة هذه الصناعة وتواصل معهم مباشرة فيما يخص الأمور المتعلقة بصناعة الطيران